احكي لي بقى شوية عن منصة تعلمني علمني احنا يعني عملناها في شهر 11 اللي فات كان عندي هدف اللي احنا زي ما احنا في الجروب اللي احنا نقلنا بشكل كبير معرفة بشكل كبير مع الناس كان عندي هدف اللي انا حط لهم مصار تعليمي او رود ماب يمشي عليه انا دلوقتي عايز اتعلم جرافيك دزاين مثلا عملنا تعاون مثلا مع كيان كيان ده تعالى هتعمل لي رود ماب دي انا عايز الناس تكون عارفة التسلسل الوظيفة للشغل ده التسلسل الوظيفة هيكون واحدة سينيور جرافيك دزاين كذا 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 فالشخص اللي داخل عارف المجال ده بعد كده هتقوله يمينة مثلا هتقوله ايه اهم الجروبات اللي موجودة في المجال ده تالت حاجة احنا بناخد الناس دي بنحطهم جوه جروب مثلا لمدة شهر على حسب كل واحد بيحط الكيس استعادة او البلان بتاعته عاملة ازاي يقول لي مثلا هاخد الناس دي 45 يوم اقول له تمام بيبقى فيه اربع محاضرات على زوم هنحط المحاضر الاولانية ازاي تعرف المجال ده بنيديهم تسكات فالناس بتنفذ التسك اللي بينفذ التسك بيكمل لما بينفذ التسك ما بيكملش بنحاول نحط الناس على بداية الطريق فانا علمني اول ما بدأنا كان معنا سبع كائنات بدأنا في مجال الجرافيك مجال البروداكشن ميديا بتاع التصوير بدأنا في مجال البي ار العلاقات العامة بدأنا في مجال تاني كان اسمه التأهيل الوظيفي وكان فيه بعض الكورسات واخدنها وبدأنا بحاجة تانية كنا بنسميها تابع كارير كورشنج الحاجات اللي نزم الكورسات اللي احنا قلنا عليها اللي هي مهم الكورسات السوفت سكيلز المهارات اللي انت تكون محتاجها فبدأنا ده كله عبارة عن اربع محاضرات المحاضرات دي بتخش بيحطوا الناس دي جواه جروبة تساف الناس في الاول يعني منحطهم على اول الطريق فانا ببقى بالنسبة لي حطتهم على بداية الطريق ده بعد كده بيتكمل بقى خلاص الناس دايما بيكون عندها مشكلة في حاجة اللي هو مما بيسمع مجال جديد بيحس انه هو صعب بس بعد ما بيدخل فيه ايه ده والله هو ده اللي صعب متعلمه خلاص انا تعلمت بزرطة خلاص انا حطته في بداية الطريق هيعرف لو هو عارف ان خلاص ده هدفي هتلاقيه بيعرف بيتوفله فرصة الفرصة بيجيب فرصة تانية الشغل بيجيب شغل تانية وهكذا بس ده باختصار منص يتعلمني يعني ان شاء الله الفترة اللي جاية يعني هنركز اللي احنا بدل سبع مجالات هيكون اكتر بس هي الفكرة كلها احنا بنشوف مين الناس اللي ممكن تتعاون معنا وتقدم لنا الحاجات دي كخدمات للناس اللي موجودة معنا بشكل كبير وفي نفس الوقت تعلمني كنا حابين اللي احنا نحط الناس زي ما بنقول على بداية الطريق والفترة اللي جاية بنحاول الفترة اللي جاية بإذن الله عساس نقلل الحاجات دي كلها اللي احنا نعمل سيرش بشكل كويس ونسأل المتخصصين اللي احنا نعمل رود ماب في المجالات دي اللي انا دلوقتي عايز اتعلم الجرافيك ادي الروود ماب بالتسكب بتاعتها بالتسلسل الوظيفة الطاحة بأهم الأشخاص وانا لو عايز الشغل في المجال ده هعمل ايه مثلا لو مجال الجرافيك ديزاين فانا لازم يبقى عندي حاجة بيسموها بهاينز بهاينز البتاع ده بقى حاطط فيه شغلي طيب انا اجيب شغل منين واحد اتنين تلات طيب ايه اهمية النتورك العلاقات العلاقات مهمة جدا في الوقت عشان يكون عندك علاقة تقدر تجيب شغل او اقدر اوفر لك فرصة وهكذا فده اللي شغالين عليه الفترة اللي جاي بإذن الله في علمي